بسياسة الباب الموارب فتح حلف الناتو دراعيه أمام الدول الأوروبية من أجل توسيع قائدتي في مواجهة روسيا وعلى إثر هذه السياسة بدأ الحلف في استقطاب مجموعة من الدول اتباعا ورفت بموجات التوسع البداية تأسس الحلف في عام 1949 هذا التأسيس تم بزعامة الولايات المتحدة وبريطانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وإسلندا وإيطاليا ولكسنبورغ وهولندا والنروج والبرتغال ومنذ ذلك الحين بدأت دول أوروبية عدة في السعي للانضمام إلى الحلف لتوثيق التعاون بينهما من أجل تعزيز سبل الأمن في القارة الموجة الجديدة من الانضمام شملت تركيا اليونان وألمانيا وإسبانيا فيما عرفت بموجة التوسع الثالثة لتبدأ بعدها موجة التوسع الرابعة في عام 1999 بانضمام هنغاريا وبولندا والتشيك تلتها الموجة الخامسة في عام 2004 لتشمل بولغاريا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا ولاتفيا ولتوانيا وأستونيا الموجة السادسة كانت في إبريل من عام 2009 وشملت حينذاك ألبانيا وكرواتيا موجة جديدة من التوسع كانت في عام 2017 انضمت خلالها إلى الحلف الجبل الأسود وفي عام 2020 أعلنت مقدونيا الشمالية انضمامها إلى حلف الناتو في موجة توسع ثامنة وتبع ذلك كله رغبة حديثة من الحلف في التوسع إلى شرق القارة الأوروبية يقابلها طموح من دول عدة لهذا الانضمام حيث تطالب أوكرانيا منذ عام 2008 بالانضمام إلى الحلف كما يسعى الحلف مؤخرا إلى الضم كل من فلندا والسويد لتدعيم أركانيا أكثر وأكثر داخل القارة الأوروبية